عاد الى ارض الوطن الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض ايدكس الفين ثلاثة وعشرين والتقى على هامش فعاليات نظيره الاماراتي ومستشار رئيس دولة الامارات حيث بحث تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين ووقع رئيس هيئة الاركان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والامنية مع دولة الامارات عاد الى ارض الوطن الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض ايدكس الفين ثلاثة وعشرين المنعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي الذي يعد من اهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال الدفاع والامن والذي تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تفقد عددا من الاجناحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض والتقى الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس اركان القوات المسلحة الاماراتية والفريق الركن حمد محمد ثاني الروميثي مستشار رئيس دولة الامارات تناول لقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين وعلى هامش المعرض تم الاعلان عن توقية مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والامنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي الاماراتي كما التقى رئيس اركان حرب القوات المسلحة بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء اركان الدول الشقيقة والصديقة وتناولت لقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدا حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة اواصر التعاون والشراقة في مختلف المجالات العسكرية مع نظيراتها من دول العالم